من جهة أخرى تحدث مسؤول دبلوماسي عراقي عن مذكرة القبض الصادرة بحق الرئيس السابق دونالد ترامب وسط ترجحات بعودته لكرسي الرئاسة المسؤول بيّن أن خطورة مذكرة الاعتقال تكمن بعودة قريبة لترامب وفقاً لاستطلاعات الرأي والمناظرة الأخيرة التي فاز بها على منافسه جو بايدن الرئيس الحالي لولايات المتحدة وإنه من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر وأشار إلى أن الأمور تتجه للتصعيد بين العراق والولايات المتحدة في الفترة المقبلة خاصة بعد ظهور السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق بسياسة حدة مع الإيرانيين ووكلائهم وبعد العقوبات التي تشمل بين فترة وأخرى جهات تنتمي إلى الحجد الشعبي إضافة إلى دخول المقاومة الإسلامية في العراق المدعومة إيرانياً على خط المواجهة في الحرب اللبنانية ترجمة نانسي قنقر